السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من الجلدة للجلدة ولتلكم ترشيحات كثير الفترة الجاية مصدقتونيش فزي ما انا مزبطك كده زبطني انت كمان وعمل لايك واشترك في القناة وفعل التنبيات عشان تجريك الحلقات اللي جاية اول باول الحاجات دي مهمة اوه يا جماعة يعني اللايك بيساعد ان الحلقة دي تنتشر وتوصل الى اكبر عدد ممكن من الناس اشراكها في القناة هيساعدنا ان احنا نكبر القناة اكتر واكتر ونعدي المئة الف بقى يعني احنا خلاص فضلنا تاكة صغيرة كما نعدي المئة الف يعني الموضوع في ايديكم وقبل ما ابدأ في الترشيحات لازم اشكر كل اللي بدعمونا على بيتريون بودا فون كاش وبيبال الناس دي هالي بتساعدنا برضو ان احنا نعمل المحتوى بقى رياحية كده ولو عاوز تكون واحد من هم الحاجات دي كلها تلاقيها موجودة في صندوق الوصف تحت زرار اللايك كمان تقدر تنتسب بالقناة عن طريق زرار اللاي موجود جانب زرار سبسكرايب ومش عايزين نطول كتير خش في الحلقة والترشيحات بس برضو قبل ما ابدأ في الترشيحات الجديدة بتاعة الحلقة دي انا اتمنى ان الحلقات دي تكون فعليا مفيدة ليكم يعني قدمت لكم متعة وتسلية وافادة باي شكل من الاشكال سواء في الترشيحات نفسها او في الحلقة وصناعة المحتوى نفسه فطبعا انا الفيدباك ده باخده منكم انتم فالكومنتات مفتوحة عندكم تحت وطبعا اللايك والديسلايك هم الحاجات اللي بتعبر بشكل واضح يعني عن محتوى الحلقات دي حلوة ولا لأ فلو عجبك المحتوى ده وعايزنا نعمله تاني وتالت ورابع اللايك موجود مش عايزنا نعمله الديسلايك موجود يعني انت حر وفي الحلقة دي معنا خمس ترشيحات زي الحلقة اللي فاتت كالعادة الموضع بتاعتهم هتكون مختلفة علشان نرضي كل الاذواء وفي نفس الوقت تقدروا ان انتم تشاركونا بالترشيحات بتاعتكم لو انت مخضرم في القراءة تقدر انت تترشح روايات تانية في الكومنتات ايضا طبعا اللي انا قلتها في الحلقات اللي فاتت واللي هقولهم في الحلقة دي ولو انت لسه مبتدق في القراءة وقلنا ايه الروايات اللي انت تقرأها دلوقتي في الكومنتات بحيث ان الكومنتات تعتبر حاجة نطلع منها حلقات كمان وبرضو ده علشان السلسلة دي تبضل مكملة وبرنامج من الجلدة للجلدة ما يوقفش زي من قطع فترة طويلة وهو كل شوية نديكم ترشيح كده خفيف وفي السريع يعني وبالمناسبة دي خلينا اكلمكم عن اول تجربة قرائية ليا في حياتي برا كتاب المدرسة يعني احنا زي اي بيت ابويا زمان كان بيقرأ جرايد فكانت الجرايد دي بعد ما بتقرأ كان بيتقل عليها سمك يعني السمك بيتقلي بيطلع من النار وبيتحط على الجرايد دي علشان كل البيوت المصرية بتعمل كده المهم ان انا كنت عاد صغير اه بس انا كنت عايز اعمل حاجة مختلفة كده فقمت باسك جورنال من الجرايد دي ولقيت فيه عمود صغير معانا انا اه هابدأ اقرأه في حاجة انا ما اعرفش فيها حاجة فمش هاخد حاجة كبيرة كده واقعد اقرأ فيها لا فلاقيت عمود صغير كده في الجنة قطعت العمود من الجورنال واعدت اقرأه طبعا انا مش فاكر العمود كان بيتكلم عن ايه هو كان بيتكلم عن حاجة سياسية وانا بكل تأكيد ما كنتش مستوعب الكلام اللي مكتوب فيه بس اللي انا فاكره الاحساس المختلف انك تكتشف ان فيه حاجة في الكون ممكن تقرأها غير كتاب العربي والانجليزي والدراسات والعنوب وطبعا فضلت احلب في العمود ده عدت اقرأه حوالي عشر مرات ولا حاجة علشان بس افهم الكلمات الجديدة اللي انا لسه بقرأها دي وطبعا فضلت محتفظ بيه علشان افضل اقرأ فيه كتير ولكن ضع مني بقى وخلاص بعدها بقى يعني الموضوع اجابني بقى ايه ايه ده فيه حاجة اسمها اقرأها فاكتشفت كتاب كان ضخم جدا كان موجود في المكتبة او في مجموعة الكتب اللي بابا كان محتفظ بيهم وبالمناسبة والصدفة السعيدة الكتاب ده لسه موجود مع ايه يعني هو اخرج من مكتب بابا جيه في المكتبة بتاعتي فخلينا اجيبه لكم كده اوبا كرس انا مفيش حاجة وايه ايه هو ده طبعا كتاب ضخم جدا على طفل صغير والكتاب طبعا حالته للأسف سيئة جدا بس ده الكتاب احنا بنتكلم على كتاب حول العالم في مئة يوم الحاصل على جائزة الدولة الكتاب ده للاديب الراحل انيس منصور هو حول العالم في مئتين يوم انا قلت مئة ولا مئتين مش فاكر ودي كانت الطبعة التاسعة بالمناسبة فيعني الكتاب ده كان مهم جدا واكيد مش اقضل شايله كده فخليه هنا على جنب المهم ان انا بدأت اقرأ في الكتاب ده وبرضو حسيت نفس الاحساس ان في حاجة جديدة احنا ممكن نقرأ عنها الراجل ده بيتكلم عن دول راح شافها ودول زرها وجي من هنا وراح هناك فلا في حاجات جديدة بتتقدم في الكتاب ده كان اول فاصل في الكتاب ده بيتكلم عن الهند رحلته في الهند والعادة والتقاليد الغريبة اللي هناك وايه المفاجآت اللي شافها هناك ومين الشخصيات اللي قابلها هناك وطبعا دي كانت حاجة مثيرة جدا الاهتمام بالنسبة لي خصوصا لما عرفت ان الليبان اللي هما بيأكلوه كانوا بيأكلوه لحد ما الليبان تقريبا كانت صناعته مش كويسة قوي يعني فكان بيدوب في بقهم وطبعا الليبان فهو حاجة ملونة فكانوا بيتفوا على الارض حاجة مقززة جدا ولكن كانوا بيتفوا على الارض فتلاقي الطرق العامة كلها مصبوغة بالالوان بتاعت الليبان الكلام ده كان ايام انيس منصور طبعا انا معرفش بقى الكلام ده لسه موجود دلوقتي ولا لا طيب انا بحكي ليه عن الكتاب ده مفيش مجال للصدف في البرنامج ده اول ترشيح معانا هو عمل لنفس الاديب دوت وهو انيس منصور والعمل اللي معانا هو كتاب بلاد الله خلق الله كتاب صغير طبعا كعدة ترشيحات المرتدئين في القراءة والكتاب بتاعنا بيناقش فكرة ما على الرغم من التنوع اللي موجود في الكون بتاعنا من البشر البشر الكتير الموجودين في كل مكان ده اشكال وافكر واجناس مختلفة الا انهم مشتركين في عوامل كتير جدا زي ان كلهم بيدوروا على الحب والسلام النفسي كلهم بيدوروا على الصحة وراحة البال وكلهم مشتركين في كونهم مخلوقات لله فالكتاب تقدر تقول عليه مجموعة خواطر لانيس منصور محطوطين في سياق واحد مش مبني على دراسات ولا غيره لكنه كلام صادق وطالع من القلب وطبعا تقدر تخلصه بكل سهولة في قاعدة واحدة وبدون مجهود كبير وزي ما اتكلمنا عن بدايات القراءة كان لازم الترشيح التاني يكون بدايات الكتابة عند واحد من اهم الادباء واللي دايما هتلاقيين يبرشح لك روايات في حلقات الترشيحات وهو القديب الفلسطيني غسان كنفاني وآه كل حلقة هتلاقييني بزوئلك حاجة عن القضية الفلسطينية دي حاجة مش لازم ننساها خالص والدليل ان في برنامج على القناة اسمه الارض المقدسة لو عاوز تعرف اكتر عن القضية الفلسطينية البرنامج ده يعني شامل القضية الفلسطينية بشكل كامل يعني والعمل اللي معانا هو اول رواية كتابة غسان كنفاني وهي رواية رجال في الشمس الرواية اللي بتوصف تأثيرات النكبة سنة 1948 على الشعب الفلسطيني من خلال اربع نماذج بيشكلوا النسيج بتاع الشعب نفسه لكنهم وبسبب الحرب بيضطروا يسيبوا البلد ويهربوا علشان يكونوا لاجئين في اي بلد تاني في الاربع نماذج دول بنتعرف بشكل كامل على الشعب الفلسطيني نفسه والمعاناة النفسية الصعبة جدا اللي الشعب الفلسطيني كان بيعانيها بعد النكبة وتأثير الحدث المهم جدا ده عليهم بخروجهم من ارضهم ممكن وانت بتقرأ الرواية تحس انها غريبة شوية عليك لانها بتتناول الموضوع عن طريق المونولوجات اللي هي الاحاديث النفسية الكتيرة لكن من وجهة نظري ان ده كان بيخدم مصداقية الرواية وبيخدم فكرة الرواية لان بديهي وطبيعي جدا ان شخص سايب ارضه ما عندوش وقت انه هو يتكلم مع المسافر معاه لا هو بس بيكلم نفسه بيسترجع الذكريات بتاعته في فلسطيني والرواية دي متميزة جدا في النقطة دي واظن انها كانت موفقة جدا من وجهة نظري فاللي عجبني في الرواية انها اه رواية تاريخية لكنها بتقدمش احداث تاريخية شيقة جدا وممتعة جدا لكنها في نفس الوقت بتقدم مونولوجات ممتعة ومونولوجات مهمة جدا يعني بكل تأكيد هو ده اللي الفلسطيني كان بيقوله لاخول فلسطيني وهو رايح كلاجة ماينفعش تتصور الموضوع غير بالشكل اللي موجود في الرواية دي وطبعا الرواية حاولت لفيلم يعتبر من اهم ميت فيلم في تاريخ السينما العربية والعالمية واه هو فيلم وصل لدرجة العالمية فعليا انا مش ببالغ تقدر طبعا تتفرج عليه ولو مش حابب تكرق الرواية لكن لان الفيلم قديم والجودة بتاعته في الغالب بتكون مش كويسة على الانترنت فللأسف القراءة افضل بكتير ومعرفش اللي انا قلت للأسف لان القراءة اصلا في رواية زي دي قراءة ممتعة جدا فيعني انت ودامك اختيارين فيلم ورواية ويعني ما اجمل هذا الموضوع والعمل الثالث معنا برضو لكاتب يعتبر من اهم الكتاب في القرن اللي فات عالميا ومن اهم الكتاب في تاريخ العالم العربي وفي تاريخ مصر بكل تأكيد نحن نتكلم على الاديب العالمي نجيب محفوظ تقول لي انت بتقفر ومش عارف نجيب محفوظ واخد نوبل في الأدب دي مش حاجة قليلة خلص ونوبل دي مش الجائزة الوحيدة اللي خدها لأ في جواز عالمية كتير خدها وجواز عربية كتير خدها وجواز مصرية كتير خدها فبالراحة على نفسك خلينا بقف نجيب محفوظ نجيب محفوظ كان عاشق لحاجة اسمها التاريخ الفرعوني او التاريخ المصري القديم للناس اللي بتزعال حتى ان من اوائل الاعمال اللي كتابها كانت ثلاثية فرعونية عبث الاقدار ورادو بيس وكفاح طيبة وكان ناوي انه هو يفضل مكمل في مناشة التاريخ الفرعوني بالشكل الادب ده كده وبالترتيب لكن في يوم من الايام وقع في ايده كتاب لمؤرخ فرنساوي بيتكلم عن شخصية من الشخصيات اللي برزت جدا في التاريخ المصري القديم وهو إخناتون اللي احنا بنتكلم عنه وعن تاريخ مصر كلها في أرض الحضارة ما تنساش يعني الحلقة دي تعتور عن برنامجين شغالين فيهم هنا على القناة وأتمنى يكونوا عجبينكم بس المهم بخلينا في الكلام اللي حنتكلم فيه المهم ان جيم محفوظ لما بيقرأ المعلومات دي بيحس ان شخصية إخناتون لا ده مش شخصية عادية شخصية متيرة جدا للاهتمام فبيقرر انه هيدرس الشخصية اكتر وهيكتب عنها عمل ادبي يعني الفترة اللي مصر فيها كانت بتعيش ثورة دينية والرواية بتاعتنا احدثها بالدور مع شاب في العصور المصرية القديمة كان مسافر من بلد لبلد حد ما عدى في قرية على مدينة إخناتون اللي لقاها مهجورة ومحدش عايش فيها خالص فبيسأل ابو ايه المدينة دي فبيقوله دي مدينة المارق او الزنديق او الكافر فبيحس ان ورا الاجابة فيه اسرار كتير جدا فبيبدأ يدور على الناس اللي كانوا عايشين في فترة حكم إخناتون علشان يفهم ايه اللي حصل بالزبط وهنا الرواية بتاعتنا الرواية دي تعتبر ترشيح لأي حد بيحب التاريخ اي حد بيحب الكلام عن الحضارة المصرية القديمة وحقيقي الرواية ممتعة جدا ونجيب محفوظ دايما لما بيمتزج هو والحضارة المصرية القديمة لازم تلاقي عظمة بتطلع من الرواية او العمل اللي هو بيكلم عنه وبيكون نجيب محفوظ في اعلى درجات الابداع وبمناسبة الابداع ما رأيك تاخد ترشيح كلاسيكي هو او كلاسيكي لكنه لحد النهاردة لسه من البستسيلرز ودي حاجة يعني تخلي الواحد هيتجنن الرواية بقالها اكتر من مئة سنة ولسه بتتباعها لحد النهاردة والرواية هي صاحب الظل الطويل للكتبة الامريكية جين ويبستر اللي تكتبت في اوائل القرن اللي فات واحداثها بتدور مع بنت يتيمة بتجيلها منحة دراسية في مدرسة ما من حد هي مش عارفة لكن بس شافت ظله على الارض وكان الشرط الوحيد علشان المنحة دي تتم هو ان البنت تبعت له جواب كل شهر ومش شرط يرد عليها مش مسموح لها تعرف هو مين فيها ترى ايه اللي وراه صاحب الظل الطويل وايه تأثير اللي بيعمله ده على البنت ورواية انا عارف انها دلوقتي بقت غنية جدا عن التعريف بيتم ترشحها في اي جروب وعلى اي قناة لكن انا عارف ان انت لو انت مبتدأ وعايز تقرأ حاجة فالرواية دي حلوة جدا جدا وبالمناسبة لو انت مخضرم كمان في القراءة وقرأتها رواية برضه هتحجبك وما ان الحلقة بتاعتنا بدأت باحداث نوستالجية كده فخلينا نختم الحلقة بتاعتنا برضه بعمل نوستالجيك جدا وهي رواية دكان جدي ليش رماني شعر طبعا دكان جدي فاغلاقكم هيرلية الموضوع انا بالمناسبة جدي كان عنده دكان والعمل ده مش ممكن على كمية المشاعر والاحاسيس الجميلة اللي هتحسها معا فعلا من الروايات اللي هتستمتع جدا بيها ومش هتحس معاها باي تعقيد اثناء قراءتها على الرجم من انه عمل كلاسيكي الى حد ما وبس كده دول كانوا خمس اعمال رشحتهم ليكم لو انتم مبتدئين في القراءة او لو مخضرامين ولسه مقرأتهمش اتمنى الترشحات دي تكون مسلية ليكم لحد ما نعمل حلقة الترشحات وان شاء الله مش هتتأخر فيعني اعمل لايك شارك في القناة فعل التنبيهات عشان تجارك الحيات اللي جاية اول بول وعلشان عايزين نكبر القناة اكتر واكتر فاضل تكا صغيرة على الميت الف يعني خلوا القناة تعدي ميت الف حبابة اشكر للمرة التانية كل اللي يدعمون على بيتريون و بودافون كاش و باي بال دعموكم هو اللي يخلينا يعني عندنا اريحية في اختيار المواضيع اللي احنا مهتمين نتكلم عنها ولو عاوز تكون من ضمن الدعمين بشكل مادي للقناة هتعمل كده عن طريق الروابط اه الروابط اللي موجودة في صندوق الوصف تحت زرار اللايك هيتم تنتسب للقناة عشان تدعم القناة برضو بشكل مادي بطريقة اسهل بكتير هتعمل كده عن طريق زرار الجوين اللي موجود جنب زرار السبسكرايب وبس كده اشوفك في فيديو جديد